يعني خليني اروح مع حضرتك مباشرة لبوتولتين استطاع نادي الاهلي ان يفوز يوم الجمعة بكأس السوبر المحلية بعد مباراة رائعة امام نادي بيرامدز ثم النهاردة طبعا الف مبروك بصفتك اهلاوي كبير يعني للسوبر الافريقي لكرة الياد يعني الحقيقة مش عارف يعني ابارك على ايه ولا ايه ولا ايه ما شاء الله ربنا يزيد من الانتصارات ومن البطولات حاجة جميلة جدا جدا بطولات كتير جدا يعني سنة يعني مميزة جدا جدا للنادي الاهلي في بطولات كتير اخدها العاب الصلاة 15 بطولة ولسه زي ما اسمعتك خمس بطولات على مستوى طبعا الفريق الكبير كرة القدم واجهة النادي الاهلي ما شاء الله بطولات كتير خلال الفترة دي تتحسب طبعا لمجلس الادارة في رصيده الكبير مجلس الادارة حاجة في رصيده الكبير بتضاف لي السنة دي كمان بانجازاتها كبيرة يعني بطولات زي ما قلت كبيرة جدا جدا وماتش لو هنتكلم بقى على البطولة الاخير بطولة السوبر يعني هل اتنين سوبر السوبر المحلي نتكلم على الكورة بقى مباراة كانت قوية جدا سوبر يليق باسم مصر وتاريخ مصر وكرة القدم المصرية الحقيقة يعني فرقتين على مستوى عالي قبل ما هتكلم عن نادي الاهلي لازم اشكر نادي برامز على اداء المشرف اللي عملوه وهم طبعا يعني فجأة حصل ظروف ان هم يشاركوا ويشاركوا الحقيقة في مباراة ببطولة فكان عندهم الطموح وكان عندهم الدفع الكبير ان هم يحرزوا البطولة دي عشان تتحسب لهم كأول بطولة منذ تأسيس النادي بازلوا موجود كبير جدا جدا بس الحقيقة طلع حظهم انهم بيلعبوا النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا ببطولاتك كبيرة وبتاريخه المشرف الكبير وبتخصصه بقى طبعا في مثل هذه المواقف والبطولات دي الحقيقة يعني كان مطش قوي جدا جدا النادي الاهلي مش عايز اقول يعني اتكلم على اللعيبة ولا اتكلم على الجهاز الفني الحقيقة اللي اثبت جدرته سلسلة من الانتصارات طبعا يعني يكفي ان ميستر كولر يعني طبعا انجازات كبيرة جدا بدون هزيمة عامل ريكورد كبير جدا على مستوى الانتصارات والتهديف وبدون هزيمة خالص سلسلة طبعا مش هنتكلم على البطولة طبعا كاس عالم الاندي لان ده مستوى تاني وظروف تاني ووضع تاني انما على مستوى طبعا افريقيا وعلى مستوى الدوري العام وكاس مصر بطولات في فترة ليلة مسك فيها الفريق بيجني سمار تعبو شايفين عد شخصية النادي الاهلي الكبيرة النادي الاهلي اللقتي بيقدم غير الانصارات بيقدم كورة حلوة جدا جدا يعني بصراحة اضاف للعيبة انا شايفنا اضاف للعيبة كتير قوي في لعيبة ابتدت تلمع وشال الغبار من بعض اللاعبين وحرر لعيبة كتير من التقايد بمراكز معينة بقى عنده اكتر من لعيب في مكان واحد ما بقاش انت الاول مرة بعد ما كنا فترات كبيرة تشكيل سابت واساسي ولو تصاب حد منهم بتبقى مشكلة النادي الاهلي لا بالوقت فيه اكتر من لعيب حدش كان يتخيل المطش الاخير انه غير في مطش زي ده اكتر من لعيب كذا مركز عمل اداء رجولي كبير قوي اعداد النادي الاهلي والفريق بعد المباراة الاخيرة بتاعت افريقيا عمل اعداد كبير جدا للمباراة دي احترم المنافس وودة للمباراة اهمية كبيرة مباراة واحدة بطولة تحط فيه دولاب النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا بلعب بدوافع كتير اهمها هو دافع التشيرت اللي لعيبة المسكة او لبسها وطبعا جمهور كبير جدا جدا اللي احنا كنا عايزين اكتر من استاد عشان يتوزع عليه الجمهور ده الحقيقة وشوفنا لما الظروف سمحت ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي يملى الستاد احنا كنا شايفين يعني الاستاد عمل ازاي واعتقد ان لو فيه مساحة اكبر في الاستاد كان استاد اتمالا واستاد اتمالا كمان انت بتلعب بر مصر في بلد شقيق فما بالك بقى مثلا لو في استاد القاهرة ولا هنا كان الجمهور بقى عمل ازاي كان ممكن يبقى 120 الف متفرج في استاد القاهرة مبروك طبعا للنادي الاهلي ومبروك لعبة النادي الاهلي بطولة الضفل بطولات مبروك على المستوى العالي اللي ظهر به اللعيبة والروح القتالية واللعب الجميل اللي اسعد الناس كلها وظهور اللعيبة كلها بمستوى كويس وفيه طبعا بعض اللعيبة بقى تفاوقوا على نفسهم زي الشناوي وزي مروان عطية وانا مش عارف بالصراحة اقول مين ولا مين لان الحياة كلهم حتى البودة اللي اللي نزلوا برضو قدوا بنفس المستوى والروح يعني ما شاء الله دي حاجة تطمننا كمان على اللي جاي يعني تطمننا على مباراة ان شاء الله بإذن الله الترجل اللي جاية تدينا دفع انتصار بيجيب انتصار ومكسب بيجيب مكسب اداء كمان اهم حاجة انا بركز على الاداء لانه كان اداء قوي واداء بطولي فتطمننا ان شاء الله على مباراة الترجل اللي جاية وربنا يسهل ويكملها بالخير طبعا المباراة اللي جاية ونحصد بطولة افريقيا اللي جاية بعد التعصر في البدايات في دور المجموعات وكان في بعض الناس بتشكك في قدرات النادي الاهلي انما شفتوا النادي الاهلي تغلب على الصعاب وعلى المواقف اللي كان فيها والحمد لله زمحنا قلنا قبل كده ان النادي الاهلي مستوى بيزيد بعد دور المجموعات شوفنا المباراة اللي فاتت الافريقيا والدور اللي فات الحقيقة كان على مستوى عالي فان شاء الله بإذن الله مزيد يعني من البطولات الفترة اللي جاية